الإنسان بفطرته يبحث عن الحياة الطيبة جعل الله جل وعلا في الإنسان حساً يدفعه للبحث عن أفضل حياته لبني البشر نوعان من الحياة القرآن الكريم والروايات الشريفة أكدت كثيراً على النوع الثاني من الحياة النوع الأول من الحياة هو ما يصطلح عليه بالحياة الحسية بالحياة المادية بالحياة الجسمانية بالحياة الحيوانية مصطلحات مختلفة لمعنى واحد هذا النوع من الحياة يهتم فيه الإنسان بتأمين احتياجات بدنه احتياجات الطبيعية للبدن يسعى الإنسان لتأمينها في هذه الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومأوى وغيرها فحدود وحركة هذا الإنسان ومساحة حركة هذا الإنسان في هذه الحياة تقريباً هي الجسم والبدن فتجد هذا الإنسان يبذل جهوداً ويصرف طاقات هائلة جداً من أجل المحافظة على هذه الحياة والعلوم اليوم العلوم الطبيعية تهتم بالدرجة الأولى بتأمين سلامة هذه الحياة المطب، الملكيمياء، الملفيزياء وغيرها من العلوم الطبيعية لذلك الإنسان يصرف الكثير من أوقاته يصرف الكثير من أمكانياته وطاقاته من أجل المحافظة على هذا النوع من الحياة وهو الحياة المادية الحياة الجسمانية، الحياة الحيوانية أما النوع الثاني من الحياة فهو ما يصلح عليه القرآن بالحياة الطيبة الحياة الطيبة هي حياة داخلة في نطاق اختيار هذا الإنسان شوف الإنسان جاء إلى الحياة الدنيا الحياة المعروفة يعني خرج من بطن أمه وولده ليس باختياره أنا لم أأتي إلى الحياة الدنيا باختياري أنت كذلك لم تأتي إلى الحياة الدنيا باختيارك الحياة من النوع الأول خارج عن اختيار الإنسان أما الحياة من النوع الثاني فالإنسان هو الذي يؤمنها الحياة الطيبة عبارة عن ولادة أخرى للإنسان صح التعبير الإنسان يولد ولادتان طبعا البعض قد يكتفي فقط وفقط بالولادة الأولى وهي الولادة الطبيعية أو الولادة الحيوانية أو الحسية أو المادية الإنسان بينما البعض الآخر لا يكتفي بهذا النوع من الحياة بل يسعى ليولد مرة أخرى من رحم الحياة الأولى هي تسمى الحياة الطيبة والإسلام يهتم كثيرا بهذا النوع من الحياة طبعا الاهتمام بالنوع الأول بالقدر الذي يؤمن للإنسان بقاء حياته بالقدر الذي يؤمن للإنسان احتياجاته لا ضير فيه لكن أن يطغى الاهتمام بالنوع الأول من الحياة على حساب النوع الثاني من الحياة هنا الضرر كل الضرر على هذا الإنسان وما يؤسف له حينما تلحظون فقط نظر عابرة إلى واقع الإنسان المعاصر ستجدون هذا الإنسان المعاصر في غفلة عن النوع الثاني من الحياة جل اهتمامه وأغلب اهتمامه هو تأمين السلام للنوع الأول من الحياة الإسلام يقول إذا افتقد الإنسان الحياة الطيبة فهو ميت الحياة الحقيقية إنما هي الحياة الطيبة لهذا تجدون القرآن القرآن يخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إنك لا تسمع الموتى أو كما في آية أخرى فإنك لا تسمع الموتى وبسؤال بسيط النبي صلى الله عليه وآله من كان يخاطب يخاطب الذين تحت الثرى يخاطب الأموات أم يخاطب من كانوا على وجه الأرض يأكلون يشربون يشترون يبيعون يمارسون هذه الحياة الطبيعية واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يخاطب الأموات بل كان يخاطب الأحياء ومع ذلك يقول القرآن إنك لا تسمع الموتى يقبر عنهم القرآن بالموتى لماذا؟ لأنهم فقط وفقط يتمتعون بالنوع الأول من الحياة يفتقدون النوع الثاني من الحياة فمن يفتقد النوع الثاني من الحياة فهو ميت بنظر القرآن وما أنت بمسمع من في القبور نبي ما كان يذهب إلى المقابر ويدعوهم لرسالته نبي كان يتنقل في الطرقات في الأسواق في المحافل العامة يدعوهم للرسالة إذن كان يخاطب الأحياء فكيف يقول القرآن وما أنت بمسمع من في القبور لأن هؤلاء أموات في الحقيقة والواقع الحياة مو بالمأكل والمشرب والملبس وهذه الفعاليات الحسية التي تتعلق بالبدن إنما الحياة ترتبط بروح الإنسان ترتبط بقلب هذا الإنسان وهي ما يصطلح عليه القرآن الكريم بالحياة الطبيعية لهذا نجد في النصوص الشريفة إشارات جدا جميلة إلى هذا المعنى أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى خطبه في نهج البلاغة خطبة رائعة وهذا هو ديدن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن شريحة هذه الشريحة يصطلح عليها بميت الأحياء تحدث عن صنف خاص من الناس هذا يسميه الإمام أمير المؤمنين بميت الأحياء جميل جدا يقول وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس شركا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع وأعتزل البدع وبينها اضطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان والعياذ بالله لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه فذلك ميت الأحياء شفوا حي باعتبار أنه يمارس فعاليات الحياة الجسمانية لكنه ميت باعتباره فاقد للحياة المعنوية للحياة الطيبة إذن ما يستحق من هذا الإنسان أن يبذل قصارى جهده من أجل الحصول عليه والمحافظ عليه هو النوع الثاني من الحياة وهي الحياة الطيبة وهي الحياة الطيبة فكيف يصل الإنسان إلى هذه الحياة ما هي العوامل التي تأخذ بيد الإنسان إلى الحياة الطيبة إذا أردنا الحياة الطيبة فالحياة الطيبة لا يمكن الوصول إليها إلا إذا ارتبط هذا الإنسان بمحمد وآل محمد اللهم احيني حياة تقرؤون في الزيارة حتما قرأتم هذا المقطع اللهم احيني حياة محمد وآل محمد هذه هي الحياة التي تميز الإنسان ليس الحياة الجسمانية الحياة الجسمانية الحيوانية يشترك فيها الإنسان حتى مع الحيوان المؤمن والكافر سيان وما على قيد الحياة كما نعبر إذا لا يتمايز المؤمن عن غيره بهذا النوع من الحياة وإنما التمايز بالنوع الثاني حينما يمتلك الإنسان الحياة الطيبة حياة النبي الأعظم وأهل بيته صلوات الله وسلامه حياة الحسين عليه السلام لذلك في مقطع من زيارة الحسين أتصور زيارة الأربعين الإمام يخاطب الحسين عليه السلام يقول فطبت حياً وطبت ميتا فطبت حياً وطبت ميتا غير أن الأنفس غير طيبة بفراقك في الحياة الطيبة نجدها في ساحة الحسين عليه السلام لذلك أول خطوة نحتاجها من أجل الوصول إلى الحياة الطيبة هي معرفة الحسين عليه السلام معرفة الحسين عليه السلام المعرفة الحقيقية هي التي توصل الإنسان إلى الحياة الطيبة وقد أكدت النصوص على معرفة أهل البيت عليه السلام بل الإنسان المؤمن يترقى في مدارج الكمال والرشد بواسطة هذه المعرفة كلما ارتقى هذا الإنسان في مستوى معرفته لأهل البيت عليه السلام صعد في مراتب الرشد والكمال أكثر وأكثر لهذا الإمام الصادق سلام الله عليه والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيضا قبل الإمام الصادق أشار إلى هذه المعرفة وأثر هذه المعرفة في رقي الإنسان المؤمن لاحظوا في الحديث الشريف يقول بعضكم أكثر صلاة من بعض وبعضكم أكثر حجا من بعض وبعضكم أكثر صدقة من بعض وبعضكم أكثر صياما من بعض لكن الأفضلية لمن؟ يقول وأفضلكم أفضلكم معرفة أفضلكم أفضلكم معرفة إمام الصادق يقول إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض وبعضهم أكثر صلاة من بعض وبعضهم أنفذ بصرا من بعض هذه هي المعرفة نفاذ البصيرة أنفذ بصرا من بعض وهي الدرجات إذن هذا المؤمن الذي يريد أن يرقى أعلى مراتب الرشد والكمال عليه بامتلاك المعرفة لكن ما المقصود هنا من المعرفة؟ هل المعرفة النظرية المعرفة الظاهرية المعرفة الحسية يعني أن نكتفي فقط وفقط بمعرفة عظمة أهل البيت وجلالة أمرهم وعلو شأنهم هذا المقدار يصير الإنسان عارفا بأهل البيت أم أن هناك مرتبة أخرى من المعرفة هي المقصودة من يتابع النصوص ويتأمل فيها الروايات يدرك تماما أن المعرفة المرادة ليست المعرفة الظاهرية بجلالة أمر أهل البيت وعظم خطرهم وعلو شأنهم هذه المعرفة متأتية حتى لأراضي الناس متأتية حتى كما يعبر الإمام الهادي سلام الله عليه الجبار العنيد الشيطان المريد حتما وقفتم على هذا المقطع في زيارة الجامعة الكبيرة وسمعتم به فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يسبقه سابق ويستطرد الإمام سلام الله إلى أن يقول حتى لا يبقى ملك مقرب شوفوا الطائفة قائمة يذكرها الإمام سلام الله حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا مؤمن ولا صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد إلى أن يقول إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وعلو شأنكم إذن حتى الجبار العنيد يعرف يمتلك مثل هذا النوع من المعرفة الشيطان المريد الشيطان المريد قسم من أقسام الشياطين الشياطين المرداء الشيطان المريد هو الشيطان المتمحض في الشر لا خير فيه أبدا ما ممكن أن يصلك خير من قبل بعض الشياطين صح تغلب يغلب عليهم أو فيهم الشر وهي صفة بارزة في الشيطان صفة بارزة في الشيطان أن الضرر غالب بعض الشياطين ضرره غالب لكن فيه جنب من الخير وإن كانت باهتة جدا لكن بعض الشياطين لا متمحض في الشر لا يصلك من قبله خير أبدا هذا يسمى شيطان مريد شوف حتى هذا القسم أيضا عرفهم الله عز وجل جلالة أمر أهل البيت عليهم السلام لذلك المشكلة ليس مشكلة المعرفة الظاهرية العامة هذا شيء طبيعي كل من يلتقي بأهل البيت كل من يقرأ في سيرة أهل البيت لا يملك إلا أن يذعن ما ممكن ما ممكن أن يكابر نعم قد يتصرف التصرف غير اللائق قد يكابر ويعاند لكن في داخله في داخله عقلا منصاع ومسلم ويقول بعظمة أهل البيت عليهم السلام حتى أعداء أهل البيت كانوا يعرفون شأن أهل البيت عليهم السلام لأن الله جل وعلا لم يترك فئة من الخلق إلا عرفهم جلالة أمر أهل البيت شوف واحد ينظر إلى جبل شامخ من بعيد نظر عام إجمالي خب يدرك عظمة وشموخ ذلك الجبل شيء طبيعي لكنه لا يعرف حقيقة ذلك الجبل شوف إذا أردنا إذا أردنا أن نقرب المثال أو نقرب الصورة الفكرة إلى الذهن من خلال المثال ننظر إلى هذا المثال أنظر إلى جبل شامخ من بعيد فأقف على عظمة وشموخ ذلك الجبل فإذا اقتربت بدأت في التأمل أكثر وأكثر أكتشف صفات أخرى أكتشف صورة أخرى غير الصورة الأولى وإذا بدأت في دراسة وتحليل مكونات ذلك الجبل حتى أحط بخصائصه نحن الصورة تختلف تماما شوف عندنا ثلاث مراتب من المعرفة إجمالا أشير إليها وأختي المرتبة الجلالية مرتبة المعرفة الجلالية ومرتبة المعرفة الجمالية ومرتبة المعرفة الكمالية طبعا مرتبة المعرفة الكمالية هذه خاصة بالأوحدي من الناس لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا أما المعرفة الجلالية فهي ما أشرنا إليه قبل قليل إلا عرفهم جلالة أمركم هذه ما يتميز بها ما يتميز بها المؤمن شاركوا فيها حتى غير المؤمن نعم المعرفة الجمالية ما المقصود بالمعرفة الجمالية يعني معرفة الصور الجميلة لمواقف أهل البيت أو قل إدراك وتذوق حلاوة جمال أهل البيت عليهم السلام من يتذوق مثل هذه الحلاوة تجده في مضمار العمل وساحة العمل لا يخالف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لذلك المعرفة الجمالية تقترن بالعمل لا تنفك عن العمل أبدا يقول إمامنا الباقر سلام الله عليه لا يقبل الله عملا ويستطرد الإمام إلى أن يقول لاحظوا هذه العبارة من الرواية يقول فلا معرفة إلا بعمل يعني ما هي المعرفة متقومة بالعمل المعرفة أي معرفة مو المعرفة الجلالية كما بيّنه هناك الفكاك كما هو واضح نجد البعض يدرك جلالة أمر أهل البيت وعلو شأنهم ولكنه في مضمار العمل مقصر لكن المعرفة الجمالية لا من يمتلك المعرفة الجمالية تجده في مقام العمل عمله مطابق لما يريد أهل البيت سلام الله عليهم هذا اللي نعبر عنه بالولاية والاعتقاد بالولاية فمن ضعق حلاوة هذا النوع من المعرفة تجده مستعدا للتضحية بالغالي والنفيس من أجل أهل البيت ليمتلك مثل هذا النوع من المعرفة زينم سلام الله عليها خلت تخاطب بن زياد والله ما رأيت إلا جميلا إشارة إلى هذا النوع من المعرفة إشارة إلى هذا النوع من المعرفة وترى المؤمنين ولله الحمد الكثير من المؤمنين الكثير من المؤمنين يمتلك رصيدا من هذا النوع من المعرفة لكن يتفاوت المؤمنون حلاوة محبة الحسين عليه السلام في القلوب موجودة وتتجلى في هذه الأيام بالذات أيام محرم الحرام العشر الأولى من محرم الحرام هذه الأيام تتجلى هذه المحبة المحبة المؤتملة في القلوب لأبي عبد الله الحسين لكن المؤمنون يتفاوتون هناك من بلغ مراتب عالية جدا من المعرفة بالحسين عليه السلام لذلك تجده يضحي بالغالي والنفيس من أجل الحسين لا يتقر شيئا في سبيل الحسين عليه السلام هذا نتاج معرفة معرفة جمالية أم البنين سلام الله عليها أم البنين شلون كانت معرفة بالحسين كيف كانت معرفة أم البنين بالحسين معرفة عالية جدا لذلك ضححت بأعزمة في حياتها أولاد الأولاد أعزمة على قلب الأم الولد عزيز على قلب الأم وإذا بهذه المرأة تقدم أولادها فداء للحسين وتشعر بالتقصير تشعر بالتقصير الله يحفظ هذا الشاعر كيف يصور يصور مكنونات أم البنين ما يعتلج في قلب أم البنين تجاه الحسين سلام الله هذا لسان حالها بأبيه وأمه ترجمة نانسي قنقر